اشتركوا في القناة في الجلسة الاولى على ان اليابان تحتل موقعا مهما في منطقة شرق اسيا على المستوى السياسي والاقتصادي وان علاقات الصداقة العربية اليابانية شهدت في السنوات الماضية نموا واسعا منوها بسعي الجميع لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها على كافة المستويات من خلال هذا الحوار السياسي الذي يفتح المجال لتبادل الاراء ووجهات النظر اتجاه القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الجانبين لتحقيق مصلحة مشتركة للطرفين تتمثل في جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة امنة مستقرة مشيرا الى انه لا يمكن تحقيق ذلك دون ضمان حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية واشار سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني الى ان منطقة الشرق الاوسط امام تحديات صعبة من ابرزها الصراعات الدائرة في عدد من الدول العربية مثل سوريا واليمن واليبيا وخطر الارهاب وتنظيماته المتطرفة على امن واستقرار الدول اضافة الى التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية مضيفا بان جهود دول المنطقة متواصلة لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة ومن بينها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف اطلاق النار في اليمن باشراف الامم المتحدة ودعم الحل السياسي السلمي للازمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة دوليا وقال وزير الخارجية ان تعاون الاقليمي والدولي في مجال الامن البحري وامن الطاقة في هذه المنطقة الحيوية امر مهم ينبغي ان يحظى بعناية واهتمام كبيرين مشيرا الى ان ما يحدث من اعمال ارهابية في منطقة الشرق الاوسط منذ العام 2019 لعرقلة امدادات النفط والسهداف الناقلات والمنشآت النفطية يمثل تهديدا خطيرا لامن الطاقة والسلمي والامن الاقليمي والدولي وهو الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه هذه الممارسات واضف وزير الخارجية ان مملكة البحرين تتابع باهتمام من بالغ كل المساعي الحثيثة التي تبدل لوقف انتشار اسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية فقد شدد سعادة وزير الخارجية على ضرورة الالتزام التام بقرارات الامم المتحدة التي تحضر جميع الانشطة التي من شانها ان تفاقم من التوترات في العالم مؤكدا على ضرورة التعاون البناء مع تلك المساعي الهادفة لتعزيز الامن والسلم الدوليين واخضاع جميع البرامج والانشطة النووية في كافة الدول لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الدرية ضمانا لسلامتها وعدم حدوث اي تجاوزات من اي دولة كانت ونوها سعدته بان العالم يشهد خطر جائحة فيروس كورونا مؤكدا على اهمية العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتكثيفها لمواجهة هذه الجائحة والتخفيف من اثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة معربا عن الامل بان تسهم هذه الدورة في الارتقاء بالعلاقات العربية اليابانية نحو افاق ارحب من التعاون والتنسيق السياسي وتعميق العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والاهداف المشتركة للجانبين اشتركوا في القناة